السلام عليكم شاب قد السلام واخبركم ايه يا رب تكونوا بخير تعالوا نكمل مع بعض الجزء الخاص بالتشوز بالشابتر 8 سيشن 9 نمبر 20 بالنزل طب احنا عالفين ان potential energy عبارة عن الويت باي الهيط عبارة عن m باي g باي اتش يعني لتر ايه طبعا اي energy stored وخاصة في السبرين اللي هو السوزتة بتبقى potential energy 22 an object of mass 2 kg is at 5 meter high above the ground it's potential energy دي potential energy equals m باي g باي اتش الماث ب2 الج عندنا ب9.8 multiply 5 على الكالكوليتور تطلع 98 جول بعد كده احنا عارفين upward باللي نويتش quantity becomes 0 at maximum height احنا عارفين او ما يطلع كده upward at maximum height هنا كده فوق خالص potential energy بتكون maximum عشان احنا وصلنا maximum height وكل ما الهيد بيزيد كل ما الpotential بتزيد طب احنا طلعين فوق زي ما احنا عارفين سرعة بتقل يعني فوق خالص الفي اف equal zero يبقى انت طالع الهيد بيزيد الpotential بتزيد الفي بتقل كمان الكنياتيك بتقل طب فوق خالص اللي هيبقى بزيرو هتبقى object velocity twenty four a man went to his apartment twice once using the stairs and another using the elevator مرة بالاسنسير ومرة على السلم طبعا احنا عارفين ان في كل تالحالتين الpotential energy عبارة عن weight by height ففي كل تالحالتين انت سواء طالع على السلم او طلع اسنسير الweight بتاعك هو وهو طب لو انت ساكن في الدور الرابع طب ما في الدور الرابع اللي انت تتعلم بالاسنسير او بالسلم فالهيد كده كده برضو ثابت يعني ارتفاع الدور الرابع ففيبقى potential energy هي كمان ثابتة فنقوله زمان processes the potential energy same potential energy in both cases twenty five a stone is dropped from a bridge تخيلوا كده نحن عندنا ستون اتحدفت من bridge يعني حصل لها free fall downward بالشكل ده كده معي شباب فلما هتنزل الستون ايه اللي هيحصل فبقل لي which graph correctly shows the variation of gravitational potential energy ده السيمبل ap and kinetic energy ek طب تعالى بقى احنا نازلين لتحت صح؟ طب انت نازل معنى كده ان الهيط ماله الهيط بيقل طب طبما الهيط بيقل يبقى potential energy هيا كمان بتقل تمام؟ طب انت نازل السرعة بتزيد يعني كاينتك بتزيد طب تعالى بقى كده كده relation to potential وكاينتك هتكون بزيرو آآ أسف هتكون inversely فزا ما احنا شايفين كده عايزين graph تكون relation بيهم inverse هتكون letter A طب letter A لاحظنا هنا لما potential energy كانت maximum مطرح ما احنا مشاورين كده كانت اكاينتك بزيرو فضلت الpotential تقل وكاينتك تزيد potential تقل وكاينتك تزيد the slope of the straight line in the opposite graph represents زا ما احنا شايفين ده potential وهايت يعني السلوب هنا عبارة عن potential energy divided بهاي الهايت يعني يدينا M باي G يعني الويت يبقى object weight 207 زا ما احنا شايفين بيقول the graph shows how extension various with applied force for a spring عندنا سبرينج سوستة بالشكل ده كده والصصة دي فيها لود من تحت بالشكل اكده احنا شدينا فحصل extension شايفين يا جماع هنا ادي 6 طب الفرصة بقى ساعتها كانت كانت بني نيوتن والفرصة اللي عبارة عن ايه عبارة عن الويت بتاع اللود اللي قدامنا ده الويت بتاعه حيلا طب تعالى بقى عايزين نحسن مش تستاعتها الpotential energy عبارة عن الويت باي الهيط طب الفرص الفرص اللي هي 9 الفرص ملتبلاي الهيط عبارة عن 6 times 10 to power negative طبعشان حوالما تسنتيمتر لميتر هتطلع 0.54 جول 28 is a potential energy of an object of mass 1 kg at the surface of earth طب لو في object on earth's surface بالشكل ده كده طب يا شباب كده ما الهيط بكان كده الهيط بزير طب نفهم كده ان potential energy هتكون هي كمان بزير عشان الهيط بزير يبقى اجابتنا 0 29 if G 10 meter per second power 2 then the increase in potential energy of a student المس بتاعته 50 climbed a mountain of height 5 meter هي دي potential energy عبارة عن M by G by H المس عندنا 50 G 10 ال H 5 هتطلع الكالكوليتور 2500 جول تعوينه وقاشره سهل بعد كده زا mechanical energy of an object احنا عارفين من معلوماتنا من زمان الميكانيكل هي الصم بتاع potential energy وكانتك energy دي هناخدها في الشابتر الجديد يبقى نقول له the sum of kinetic and potential energy 31 31 بيقول لنا the graphical relation that represents the relation between the potential energy of body of body falling freely and its distance from its original position D يبقى body falling downward ركزه معايا كده عشان نفهم هو نازل downward كده بقى هنا object حلو طب إيه اللي حصل أولا لما كان هنا في البداية distance كانت بzero طب هو نازل 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 distance بتزيد المسافة بتزيد حلو مسافة بتزيد بس height بيقل ايه مص احنا كبات اللي احبطنا بصوا معايا لو احنا طلعين لفوق يبقى الارتفاع بيزيد كده طلع لفوق يبقى كده الارتفاع height بيزيد ولو height بيزيد يعني potential energy بتزيد طب لو احنا نازلين تحت وبيقول هنا إن مسافة بتزيد يبقى كده D بتزيد بس D بتزيد معنا كده potential energy بتقل احنا نقرب للأرض يعني height بيقل فكده relation inversely بين من وين بين potential والdistance يعني إجابة بي أصل كل من distance بتزيد زي ما احنا شايفين كده بلا إن potential عمالة 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 تقل لكن لو قلنا height لأ ساعتها تبقى داير كده فهمين يا شباب يبقى احنا طلعين لفوق بل height بيزيد نزلين لتحت distance تزيد والheight عكس الدistance ونرح دماغ 32 بيقول لي a constant net force 500 نيوتن moves a thousand كيلو جرام كور 100 متر يعني V I بزير then what is the car's final velocity احنا عارفين إن F by D equals half m v power 2 طب لو احنا عايزين V يبقى V square root صحي كده F by D السعب على المربوط زي ما علمتوكم divide by half الماس ونعوض عادي الفرصة بكام 500 D بكام 100 divided by half multiply الماس 1000 على الكالكوليتور هتطلع ب10 meter per second السؤال اللي بعده احنا جابتنا letter C السؤال اللي بعده بقول لي two cannons cannons يا جماعة اللي هو المدفع ده fire identical cannon balls يعني identical يعني M1 ركزوا معي في سؤال ده equals M2 بقول لي the peril of cannon two is twice as long as the peril of cannon one هو المسورة بتاعت المدفع في المسورة بتاعت المدفع بتعبير عن distance القذيفة هتمشيه يعني اقدر اقول له كده ان D2 equals 2 من D1 تمام فبيقول لي how does the velocity of cannon ball fired from cannon 2 compared with Z of 1 يعني عايز الفي 2 اعلاقتها بالفي 1 احنا عارفين لسا يلي من شوية ان F by D equals half M V port 2 طب ما طالما المس سبتة وطالما بيقول لي ان هم هتحدفوا with the same amount of powder يعني نفس الفورس يبقى الفورسي كمان سبت اصبحت relation direct بين D وال V port 2 طب طالما direct هنشتغل ازاي همسح بس دي كده عشان ايه ما كان السؤال اللي جاي طب ما دايرك هنقول ايه هنقول طبعا ان D1 over D2 D1 over D2 equals V1 square divided by V2 square طب D1 هنسيبها زي ما هي طب D2 وبرعا عن 2 D1 طب V1 square هنسيبها زي ما هي كده وادي ال V ال V2 square هنcancel D1 مع D1 هنلاقي هنا كده لما نعمل cross multiplication ان V2 power 2 equal to V1 power 2 طب احنا لو جينا لو جينا اشتغلنا كده وعملنا square root فهلاقي NV2 equal root 2 V1 طب روتو اللي عملتها على الكالكوليتور ودوس SD هتطلع لك 1.4 من مين من V1 سؤال حلو ومهم بعد كده بيقول اركر pulls boostring اركر ده اللي هو عارفين اللي هو رامي السهام ده زي اللي موجودة مش عارنا دي الزمالك ومش اقول لك انا هلا هو ده زمالك انا انتو خمنوا براحيكو لعمش اقول لكم فبالي الاركر ده بيرسحب الاستيك مسافة 60 سوري معلش 20 سنتيمتر with an average force 75 newton the arrow has mass 20 gram when he releases the string what is the velocity of arrow when it leaves زي يا شباب ذبو برضو نفس الكلام فبالي الاف باي دي اكوالز هاو ام في باور 2 طيب احنا عايزين الفي حالنا زيها فوق كرز هنعمل سكوار جوت يبقى ف باي دي divided by half الماس امقول له اكوال هادي سكوار جوت زي ما احنا شايفين الاف الاف كام الاف بسفنتي فايف ملتبل اي دي الدي 20 سنتيمتر يبقى 20 times 10 power negative 2 عشان نحوم من السنتيمتر لميتر divided by half الماس عندك ب20 جرام يبقى 20 by 10 power negative سريع عشان نحول الى كيلو جرام على الكالكوليتور هتطلع لك 38.7 meter per second يعني ابروكسيماتلي كده نقدر نقول 39 meter per second liter t بعد كده سيرتي فايف بقول لي اكار عند ابيك اب ترك يعني عندنا عربية وعندنا pick up ترك الوينش كده are moving down the high way the truck is twice as massive as the car يعني نقدر نقول ان mass del truck equals to mass بتاعته الكار but it is only moving at half the speed يعني نقدر نقول ال v truck equal half el v car تعال كده فبيقول لي بقى عايزين نعرف how does the kinetic energy of truck compare with that of the car تعال نشوف كده مع بعض نقدر نقول له الratio نكاتك energy لل truck divided by kinetic energy للcar equal e نقول له equal m truck divided by m car multiply v truck power 2 divided by v car power 2 ونجد نعوض لما نعوض قدل m truck بتو m car divided by m car multiply v truck half v car تم توزع power يبقى v car power 2 divided by v car power 2 هنت cancel v car square مع v car square m مع m اتبقى n2 by quarter يعني half يبقى كده الratio من kinetic energy truck divided by kinetic energy car equal half انا زي ما علمتوك قلتلك لو الرقم هو 1 على 2 يبقى ratio 1 over 2 طب لو عايز الاولاني قدامي التاني يبقى نقول له هاف هي هي طب التاني اعكس الرشي مش عاوز تعمل كده اعمل cross multiplication هنقول له ان الكيناتك انرجي للقار equal equal to kinetic يعني كده يعني كده يعني كده kinetic energy بتاعت الترك ودي التو طبعا بالdivide يبقى equal half kinetic energy من الكار طبعا كده يبقى جابتنا one half half بعد كده بعد كده بيقول لي an object has potential energy 50 joule ماشي when it is 10 meter off the ground how much potential energy will a twice as massive object have it is held 20 meter off بصة جمع ده كده potential energy one دي ال H one فبقى اللي عايزة potential energy الجديدة ازا كانت mass الجديدة by two mass one تمام تعاوا نبصة كده طبعا هنعمل ratio ونقول potential energy one over potential energy two equals M one G by H one divide by M two by G by H two طب يلا M one هنسابها زي ما هي وطبعا قبل ما نعمل اي حاجة هن cancel G مع G G وقبل ما نعمل اي حاجة برضو نعوض ما هم ديني ال value بتاعة potential energy one يعني قل له 50 divide by potential energy two هنعوض بقى جماعة ماشي M one هتسابها ولو جينا ركزنا احنا بقينا ان الهيد زاد للدبل كانتين بقى تونتي والماس برضو زادت للدبل يعني كده دبل لدبل فور يبقى بوتانشي انرجي زادت اربع مرات طبيعة كانت ففتي اربع مرات تبقى طو هندرت سيرتي سيبن بيقول لي how much work is done to accelerate 5 kg object from 6 يبقى دي كده ال vi to 12 دي كده ال vf تعالى كده نشوف مع بعض لما يقول لي work done work done معناها شباب delta kinetic energy و delta kinetic energy عبارة عن kinetic energy 2 minus kinetic energy 1 طب يلا مع بعض تمكناتك خبالك equal half mv power 2 ايه اللي ثابت اللي ثابت عندك ال half والماس خلاص خدها common factor طيب يبقى ايه هنقول له vf power 2 minus vi power 2 طيب يبقى اللي ثابت اللي ثابت ايه هنقوله ايه كل half الماس عندك ب5 ال vf 12 power 2 minus 6 power 2 على الكالكوليتور هيطلع 270 كده خلصنا للchoose والنتظرولي ان شاء الله في فيديو جاي للproblems ما السلام يا شباب